اشتركوا في القناة وده جزء تاني هنجاوب فيها العشرة اسئلة تانين وان شاء الله يحجبكم ان شاء الله جاهز جاهز والسؤال ده كرر كذا سؤال كذا شكل بس يعني من نفس المحتوى ممكن افهم ليش ما في اجهزة غير الايفونات بنظام اي او اس انا في رأي اعظن ان اي او اس هو البرودكت الرئيسي بتاع ابل هو المنتج ممكن يحطولك في شكل صندوق حلو هو الايفون او حتى الماك يحطولك في ماكبوك بس هو مشكلة صوفتوير الشركة بتصنع المنتج الاساسي تاعها صوفتوير ما يقدرش يديل شركة اخرى يستفيد منه ولا انت اي رأيك في الموضوع ده بضبط يعني اذا انا عندي دياية تبيضي ذهب ليش ليش ابيع دياية او ليش اوزع الذهب بالضبط فاكيد يعني ما رح نشوف تليفونات يكون عليها نظام تشغيل المال اي او اس مستحيل مثل ما انها ما رح نشوف كمبيوترات عليها نظام تشغيل المال ماك الا اذا انت سويت حركات ومعرفي ممكن الناس تسأل ليه مع ابن يعني اندرويد موجود على كل الموبايلات اندرويد مختلف واندرويد مش هو المنتج الرئيسي لجوجل منتج الرئيسي لجوجل هو السيرش جوجل عايزة تنشر السيرش اكتر حاجة ممكن عشان تشوفه على اي او اس على اندرويد عشان الناس تستعملها بالضبط بالضبط وبعدين اندرويد اوبن سورس بلاتفون اما اي او اس ف منغلق منتفعش يطلع بره لا السؤال الثاني بيقول لو انت صاحب شركة اي شركة تختارها تختارها تبقى صاحب اي شركة انت اي شركة تختارها انا مش اقول حاجة جوجل مثلا ممكن اقول سوني سوني بتعمل حاجات كتير جدا انا بحبها سوني عندها البلاي ستيشن انا بيك فان سوني بتعمل شاشات حلو جدا تعمل سماعات حلو جدا سوني بتعمل سنسورس تاعت نعظم الكاميرات الخطيرة اللي نستخدمها في كل الموبايلات ففي بوتنشل قوي جدا مش مع اعينه فانا عندي افكار ممكن يحسنوا نفسهم في حاجة زي دي انت اي رائع؟ بقى صاحب اي شركة شركة نوكيا جزء كبير من ودي اصير صاحب شركة نوكيا لان احس ان مجد نوكيا السابق ممكن ان احنا رجعه بالطريقة العصرية اليوم الموجودة على التلفونات مثل مثلا شلون تقدر انت تسوي الفئات وانت التلفونات الموجودة هادي شغلة بلاي شهدت اسحل سمع نوكيا وشلون تقدر انت تتيب الشغلات اللي اشارت تلفونات نوكيا من قبل بشكل مختلف اليوم صحة اقلا ما فيها كمونيكايتر لش ما صلو كمونيكايتر اليوم ما فيش الحاجة دلوقتي بالضبط مو شي مو موجود اليوم وتوطعنا سوائد جزء كبير لان انا هم بعد نوكيا فاهم بويق واضح شوية السؤال بيقول شايف شاومي فين بعد خمس سنين تتوقع انها تتفوق على اوبو واوي وباية شركات صينية المنافسة تتوقع يكون ترتبها الكام عالميا تتوقع ان شاومي هتكفز قفزة قوية جدا زي ما قفزت قفزة قوية اخذ الفترة دي بعد خمس سنين ممكن جدا نشوفها تتعدى حتى اوبو واوي انا متوقع جدا بسرعة بجزء كبير اصلا تتفكر فيها ايه متعادية اوبو واوي بشغلات معينة من ناحية منافسة الاسعار البوكو اف ون هو يعني تليفون يذكرني بالوون بلس لما كان في زمن ان تليفونات كلها لازم تكون غالية احنا اليوم عندنا تليفون راح ييبلك مواصفات تقدر تنافس مثلا اغلى تليفون بالسوق التليفون ثلث القيمة بمعنى الكلمة فشاومي لها مكان كبير بعد خمس سنين اتوقع بزبط وعين كمية الموبايلات اللي بتنزلها غير طبيعية غير المنتجات الثانية اللي بتنزلها تنزلها هي سيجوي تقدر تنفذ سيجوي تقدر تنفذ لابتوب ايكو سيستم كامل ايكو سيستم كامل السؤال بيقول ليه الايفون سعره غالي مع ان المواد المصنع من الايفون لا تساوي كل هذا المال الايفون غالي مش عشان هو مجموع اسعار المكونات بتاعته طبعا ابل شركة كبيرة عندها اوفرهيد عملاق في الماركتينج وفي الموظفين وفي المعارض وكلام من ده بس ابل بتحط السعر غالي عشان هي تقدر تحط السعر غالي ابل اكبر شركة في العالم معتمد على البراند والاسم بتاعها فريم متحطش السعر غالي ابل انا احطتلك التليفون بالفين دولار حين الناس هتشتريه برضو كيفها؟ صح؟ كيفها؟ يا اخي ابل اتحطوا الراسكم براس ابل ما يصير؟ لا يبال السؤال بيقول ليش ما في جهاز مقاوم ضد التراب والماء برايتنج اي بي سيكستي ناين كيف نا هو؟ كيف نا هو؟ انا عمدت فيديو على الموضوع ده زمان شرحت ايه هو الاي بي وايه هو السيكستي سيبن والسيكستي ايت وكلام ده باللي انا افكره يعني اعلى ريتنج اصلا لمقاومة الغبار يعني سيكس دي مقاومة الغبار عشان كيه ما فيش اعلى من ستة او ستة ده اعلى حاجة والأيت او السيبن ده مقاومة الماء كل ما تعلى الرقم بتزيد مثلا يبقى عمق اكتر او لمدة اطول وهكذا الناين حسب ما الفكر ده كان بيستخدم في حاجات يعني صناعية الجهزة بتستخدم في حاجات تركب في حاجات معاينا جوا ماكينات وكده تقوم جيت مية دفع مية قوي حاجات مش هتستخدمها في الموبايل يعني نظنش نحن نشوف حاجة زي دي على الموبايلات لا وفي شركات تتحاول ان تخليلك الموضوع يكون طبعا بشكل تسويقي يتقول لك اي بي سيكس اكس مجهول ما تذبه اعرفك عشان سيدي صح لا هو حاجة اللي انت تحتاج انك انت تسوي 7 و 8 كافي 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 بشكل واشح ضغوص بالموبايل يعني طيب اخطر انا اكتر واحد علي لايب ارد عليه الزاك كاتب كشكول هذا ممكن سؤال ده امتح نشوف موبايلات ديول اوبراتينج سيستم يعني ممكن تلاقي مثلا علي اندرويد ويندوز او مثلا اي او اس واندرويد ارد عليه موجود اي شي صحيح فيه تليفونات انزلت مي مو ماكس شركة هندية انا سوى دول اوبراتينج بس مو تليفونات تابلتس ايه موبايلات ما اظنش كان زمان فيه كان ويندوز واندرويد اظن كان فيه حاجة كده ايه تقدر تسوي دول بوت فيه تليفونات من لينوفو كان تقدر تسوي دول بوت ان اثنينتهم اندرويد بس يا اندرويد يكون كاستوم سكن ما لينوفو او اندرويد يكون خام السؤال اللي بعد كده بما ان اكبر فتحة عدسة للكاميرات هي F.95 ما عرفش بصحة الكلام ده بصراحة لماذا لا تعمل شركات الهواتف الزكية لصنع هذه العدسة الكبيرة في الهواتفها وتنتهي مشكلة الاضاءة الليلية المنخفضة ما هذا؟ هذه هي F.95 شوف اسمه نافع مش عدسة شوف 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 لما تبطل F.95 هذه عدسة صينية خمسين ميلي F.95 كل شي فيها طبعا مانيول جزئ كبير اتوقع ان الشركات لا تقدر تسوي هاي شيء لان اشوف حاجة مهمة ما راح تقدر انت تحط شغلة كبر هذي تكون موجودة على تلفونه تحط المخباتك نقطة ثانية شركة واوي تحاول تسوي هاي شيء بشكل رقمي في عندك انت الابلتر تقدر تختار لي F.95 بس يكون بشكل رقمي اتوقع اكبر عدسة حاليا موجودة على تلفونه تفتحة عدسة هي F.95 علشان تقدر انت تخلي العدسة تتبطل لازم يكون عندك هاردوير وفيزيكس او ظن في نقطة تانية بردو فاكر سامس رجل مع متل ديول ابرتشر من واحد ونص الاثنين واربعة او ظن السبب ان هو عاملين كده بردو ان الطبعة دي بتطلع بوكا خيالية وال F.95 اكيد بردو بوكا ممتازة وزغلالة رهيبة بس الشارتنس بيقل بشكل كبير انت ممكن زي الخلفية وراكم زغلالة بس هتشوفوا الابجيكت الرئيسي شارب كفاية بضبط وزي العالي بضبط يعني هذا انا لما استعملها اذا بستعملها مثلا على عمر اقدر اخلي او ايز بوكا بس الديتيلز اللي راح تحصلها ما راح تكون كافية بسبت ان هي راح تكون بوكا داوتت اذا في حل حق الاضاء الليلية الشغلة موجودة كانت التليفونات من قبل زينون فلاش ممكن هذا شي يعني نشوفه يرجع اصلا سمعينو رجا مع نوكا ايه يمكن لان نوكا ايه شهرتها الشغلة زينون فلاش وفي تليفون اندرويد واحد بالعالم ما ادري اذا موجودة هنا يصدق دقيقة دقيقة هذا الموترولا ميلستون X2 720 هذا التليفون اندرويد الوحيد اللي انا امر علي اذا انتم شايفين واحد ثاني عدلولي هالمعلومة الكاميرا مالت فيها فلاش زينون اي LED موجود حاليا على اي تليفون وهذا التليفون نزل بأي سنة واضح ان العلبة قديمة 2010 من قبل 8 سنين يا رجل تقريبا 9 سنين بتاع هذا سؤال بيقول برأيك سلسلة النوت تقدر تكمل في السوق عشان هي وصلت لمرحلة الكمال تقريبا فكيف راح تبتكر سامسونج افكار لجذب العميل مستقبلا النوت 9 واضح اكيد كل الناس اللي سمعت عنه وشافت فيديوهات او جربته وموبايل شبه بيرفيك تاني كل حاجة قريبة جدا من اللي انت عايزه شاشة احسن حاجة بطارية المراضي حسنوها السوفتوير ممتاز كل حاجة سريعة الكاميراية كويسة جدا فصعب انك تتخيل ايه اللي انا هعوزه تاني من موبايل عشان احنا عايشين في الحاضر بس كل يوم بنشوفك اختراعات جديدة وافتكاسات جديدة بتطلع بضبط حاليا مش هنقدر نبتاكر بالضبط شانو ممكن يصير لان اذا الشركة تقدر تبتاكر شغله من الحين بسنسبت لنا اياها من الحين بس ان هل شركة سامسونج مثلا توقف سلسلة النوت اه I don't think so استبعد استبعد هالشي استبعد هالشي لان ممكن يدمجوها مع الاس ما ادري ما ادري شوف او جزء كبير من اللي خرب على مبيعات النوت مؤخرا هي صرفة Plus Size من سلسلة ال S صح؟ تقرب جداً بالضبط الناس وايد لنا تقول يكون شابه بالقلم ماحتاج القلم مع أنها قاعد تحاول أنها تسوي القلم يكون شيء مميز مثل بالنوت 9 تطور بشكل وايد كبير أكبر تطور شفناه على القلم من نزل سلسلة النوت بس وايد مهمة سلسلة النوت لأنه لو ما في سامسونج جالكسي نوت 1 ما شفنا التلفونات الموجودة اليوم بالسوق ففي تأثير وايد كبير من شركة سامسونج على المصنعين والهواتف ومنهم شركة أبل اللي أصلاً قامت تسوي تلفونات بشاشة كبيرة لأنه شافه أن سامسونج سوى التلفونات بشاشة كبيرة وباع وكان فان فيفوريت صراحة إذا ما من ناس تبعدش ممكن نشوفه آيفون مع أبل بينسل بعد كده ممكن ممكن مش بعيد السؤال بيقول أنت مصدق تسريبات بيكسل 3 ولا لأ ونفسك يبقى شكله عامل إزاي لا ولأ أنا مش عايزة أصدق صراحة أنا كاره أن أنا أصدق بس في الغالب هي حقيقة الحالة الكويسة جداً أنه يطلع فيه نسخة ثالثة أكيد اللي احنا شوفناهم من الاثنين دول هيكونوا حقيقة 100% واضح يعني ممكن يكون فيه فيرجن ثالث معين غير النطش العظيمة الآن لقضي بدأت يعني بدأت تفقد الأمل شوية أنت عندك لسه أمل عندي أمل عندك أمل عندي أمل وأتوقع شوف إيها واحدة من ثنتين صحيح يا تصيب يا تخيل قلتها الشغلة من قبل شمي يوم أن هذا المؤتمر ممكن يكون أكبر مفاجأة بالعالم أنه تصير فيه تاريخ الهواتف أنه فيه شركة حتى أحسن من لأنه مو سافت أنه هم يقدروا يخشون تليفون للناس ما تشوفه هم اخدعوا الناس أنه ترى هذا التليفون قاعد يتسرب مع أنه ما شفنا شيء يصير بعالم الهواتف من قبل تليفون يتسرب ثلاثة شهور قبل أن ينزل بالشكل واضح بالضبط بالشكل واضح فالتليفون المسرب أتوقع أنه راح يكون يا فعليا تليفون اللي بينزل أو أنه يكون تماما ما ينزل وفيه شيء ثاني ينزل تمنى كل دينا نتمنى قرب قرب ما بقى شيء صح؟ ما بقى شيء فأقرب سوعين أقل أقل 10 أيام أحسن شنو؟ أحسن هاتف ليك وليه والشيء اللي أقعلك تفضله أظن هنشترك فين سوالدة ثناناتنا يعني أتوقع صدفة خوش صدفة صح؟ صح ثناناتنا الآن حين بعد 9 أيام المفروضة أو 10 أيام تقريبا أن يتم الإعلان عن بيكسل اليديد وليه اليوم دائمًا عقوب ما أرجع أي تليفون أرجع حق البيكسل أنا كنت عمل فيديو برش راح فيه نفس النقطة دي أنا لازم أرجع على البيكسل بعدما أقرب أي تليفون بعشرة بتيام مثلا أبقدرش أرجع حق البيكسل دائمًا أرجع حق البيكسل النظام ستوك اندرويد والكاميرا اللي هنا يا رجل يا رجل ما لها حل فيش كاميرا تاني حسن منك لا لها ما عملوا لأ أنا حين جربت الآيفون 10 اس ماكس جربت الجالكسي نوت 9 اللي هما يعتبرون الطب اللي موجودين حاليا بالسوق لأ لأ وأتوقع البيكسل 3 راح يخلي أنا مش عارف أنا متحمس جدًا وموضوع كاميرا واحدة تحسن هو تحدي إيه نحن بنتحدى بكاميرا واحدة كنا نزل ثلاثة واربعة وخمسة وصله والجي الآن بعد بعلانة الجي بي فورت وصله خمسة يعني هي كونسيستنت ما فيش صورة هتطلع بحشة نعم أنا متضبنة طبعا مواجل جي بي هصور هتطلع صورة حلوة بضبط هذه أحلى حاجة في المفايدة بصراحة طبعا إحنا مش عارينة بس عشان كاميرا مرضاني النظام حتى البطارية على فكرة حتى البطارية زي حين يعني تلفون جاي يعمر معاك يمكن أسوأ شيء بالتلفون هي الشاشة الديزاين عمتا والديزاين من التلفون مملش أدي كده وصبعا كده التلفون صراحة ممتاز صح جدا ممتاز بس أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو ده وأحمد بوريك على قناتي الأول مرة إن شاء الله مش هتكون آخر مرة أكيد إن شاء الله حبيبي مشكور على الاستضافة والله يكرمك حبيبي وتشرفنا بيك وطبعا لازم نتفرجوا على الجزء اللي فات من الأسئلة زي ما اتفقنا هتلسل لكم لينك في الديسكريبشن وطبعا نشاركوا في قناة أحمد تابوه على إنستجرام كل رابط هتلوه تحت الفيديو بعد عمري حبيبي حبيبي انت سلام عليكم الفو ملا